اعتقد افريكا كلها عرفة الناد الاهلي. عادي ان فرقة تكسب مواتش وتخسر عادي notش. زي ما افريكا كلها عرفة قيمة الناد الاهلي و theories andar само remove another. في أفريقيا ويعني احنا وصلين نهائيات اخر خمس سنين انا مش شايف ان في حاجة اسمها في فرقة كعباء عالي على فرقة انت بتشتغل وبتحضر والظروف غير الظروف وانت بتعمل عليك والباقي كله بتاع ربنا لكن ما فيش حاجة اسمها فرقة كعباء عالي على الناد الاهلي احنا كسبنا الوداد برضو قبل كده وفي ملعبهم فما فيش حاجة بالنسبة لنا اسمها ان فرقة كعباء عالي على فرقة انت زي ما قلتلك انت بتشتغل وبتعمل عليك الباقي كله بتاع ربنا واحنا ان شاء الله التوفيق يبقى معينا ان شاء الله المرشدة بإذن الله زي ما قلتلك احنا بنشتغل وبنحضر وبناخد المعلومات من الجهاز الفني وبنتمرن عليها وبنذاكر الخصم كويس وبنشتغل عليه وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننزل ننفذ ده في الملعب وان شاء الله زي ما قلتلك لكن التوفيق يبقى معينا بإذن الله ان شاء الله هي اللعيبة كلها متكافأة مع بعض كله عارف اهمية المتش واهمية المرحلة اللي احنا فيها اعتقد السنة دي احنا ماشيين بشكل كويس وكله مركز في شغله وهو ده المهم يعني هو ده اللي بيلم الفرقة وهو ده اللي بيخلينا مجموعة واحدة احنا شغالين وزي ما قلتلك احنا محضرين للمتش كويس قوي بس يعني احنا محضرين للمتشينا ومركزين فيه والنتيجة طبعا بتاعت ربنا في الاول في الاخر انت بتعمل عليك وبتشتغل والباقي بتاع ربنا كل تركيزك ان انت هتعدي نص النهائي وتوصل للنهائي وبعد كده بتحضر للفرقة اللي انت هتلعبها ما كانتش هتفرق معانا ساندونز او الوداد انت كنت هتحضر للفرقة دي وهتحضر للفرقة دي واحنا يعني الوداد هي اللي صعدت في النهائي فانت حضرت لها واشتغلنا على ده موسيقى